اهلا بكم في موجز في اهم واخر الاخبار تمكنت قوات الحزام الامني من ضبط كميات من العبوات واللواصق الناسفة معدة للتفجير على متن سيارة مدنية قادمة من محافظة البيضاء في طريقها الى العاصبة عدد واشد قيد الحزام الامني العميد جلال الربيعي بالحس الامني والاستخباراتي العالي لافراد الكتيبة واحباط مخطط خطير عدته قوى الشر والارهاب لتنفيذ عمليات الارهابية في المحافظات الجنوبية افاد مرسلنا في ابيان ان العناصر الارهابية فرت من وادي عمران وان القوات الجنوبية تقوم بتأمير الوادي وتطهيره من المفخخات والالغاب من جهاته افاد مدير الادارة الاعلامية لقوات الحزام الامني رشدي العمري لالغد المشرق ان جنديا استشهد واصيب ستة اخرون بجروح مختلفة جراء تفجير العناصر الارهابية لمركبة تتبع لقوات الحزام الامني يوم امس اكد مجلس والوزراء على رفع الجاهزية لمواجهة الاعمال الارهابية وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الامن والاستقرار في المحافظة المحررة واجدد المجلس على ان الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي ودعم من التحالف العربي ماضية في تنفيذ خطط موحدة ومتناسقة لمواجهة قوى الارهاب والعدوان ومما يحافظ على السكينة العامة تواصل مليشيات الحوثي لليوم الثالث على التوالي حملتها العسكرية الارهابية ضد اهالي عزة القصرة في مدرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحليدة وقالت مصادر محلية ان اعداد المختطفين ارتفع خلال الساعات الاخيرة الى اكثر من مئة مختطف بالاضافة الى استمرار حملة المدهمات واتوسع رقعة السطو على اراضي ومزارع المواطنين في المدرية التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية المال الاتحادية ووضع الدكتور رشاد العليمي السفراء العرب امام تطورات الوضع اليمني وخصوصا مسار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة منذ ابرل الماضي وفرص تمديدها في ظل الخروقات الواسعة من جارب الامليشيات القوةية هذا الموجز باللجاقة اشتركوا في القناة